بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بناء طلاب الصف الثاني تأهيلي في مادة الرياضيات لمعاهد وبرامج التربية الفكرية موضوع درسنا إن شاء الله لهذا اليوم استخدام الميزان لقياس وزن الإنسان نتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم أن يتعرف الطالب على شكل الموازين لمستخدم من قياس وزن الإنسان وإيضا أن يتعرف الطالب على كيفية استخدام الميزان لقياس وزن الجسم وإيضا أن يقرأ الطالب الوزن من خلال الميزان وكذلك أن يقارن الطالب بين الأوزان في هذه الصورة بناء الطلاب تشاهدون لدينا هنا مجموعة من الموازين المستخدمين لقياس وزن الإنسان نتعرف على هذه المقاييس كما تشاهدون لدينا هنا هذا الميزان وهو ميزان ذو مؤشر كما تشاهدون ميزان ذو مؤشر ويستخدم لقياس وزن الجسم وأيضا لدينا هذا الميزان الإلكتروني كما تشاهدون هذا الميزان الإلكتروني حيث يظهر بناء الطلاب الوزن من خلال قراءة المؤشر وأيضا لدينا هذا الميزان كذلك يستخدم لقياس وزن الإنسان وهو ميزان أيضا كما ذكرنا ميزان ذو مؤشر كما تشاهدون المؤشر هنا ولدينا هنا أيضا ميزان إلكتروني كما تشاهدون وجميع هذه الموازين لبناء الطلاب تستخدم لقياس وزن الإنسان هذه أشكال بعض الموازين لمستخدم لقياس وزن جسم الإنسان نعرف الميزان آلة تستعمل لقياس الكتلة ووزن الشيء أو ثقلة وكما ذكرنا ميزان الطلاب يستخدم الميزان لصحة الجسم إذ أن الوزن الصحي والمحافظة على ثباته يعد أمر ضروري فهو يساعد على التقليل خاطر الإصابة بأمراض القلب وكذلك أمراض السكري وأيضا السكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم في هذا النشاط ضع دائرة حول العادات السليمة للمحافظة على الوزن المثالي شاهد ميزان الطلاب هنا لدينا مجموعة من الصور نريد أن نتعرف على الصور التي تدل على العادات السليمة للمحافظة على الوزن المثالي إذن كما تشاهدون لدينا في هذه الصورة هذا الطالب وهذا الولد يقوم بشرب الماء هل شرب الماء من العادات السليمة والعادات الصحية؟ أحسنتم إذن نقوم بوضع دائرة حول هذه العادة وهي عادة شرب الماء في الصورة الثانية كما تشاهدون لدينا هنا هذه الوجبة وهي من الوجبات السريعة هل هذه الوجبة من الوجبات الصحية؟ أحسنتم إذن لا نقوم بوضع دائرة حول هذه الوجبة هذه الوجبة من الوجبات السريعة التي تسبب السمنة وأيضا بعض الأمراض لدينا أيضا في هذه الصورة كما تشاهدون الصورة الثالثة مجموعة من المواد الغذائية تحتوي على حليب وكذلك التفاح وأيضا البيض وبعض الفواكه الموجودة والخضروات إذن هذه تعتبر من الوجبات السليمة أو الصحية إذن نقوم بوضع دائرة حول هذه الصورة أيضا لدينا من الطلاب كما تشاهدون الصورة الرابعة هذا الطالب أو هذه الطالبة يقوم بممارسة الرياضة إذن الرياضة من العادات السليمة للمحافظة على الوزن المثالي إذن الرياضة من العادات السليمة التي تحافظ على الوزن المثالي إذن نقوم بوضع دائرة حول هذه الصورة الصورة الأخيرة كما تشاهدون هذا الطالب وهذا الطفل يقوم بتناول البيزة وكذلك المشروبات الغازية وأيضاً على وجبات السريعة إذن لا نقوم بوضع دائرة حول هذه الصورة لأن هذه الصورة تعتبر من العادات الصحية الغير سليمة في هذا النشاط صل كل الطفل بالوزن المناسب له صل كل الطفل بالوزن المناسب له لدينا كما تشاهدون في هذه الصورة يقف هذا الطالب على الميزان ووزنه 45 كيلو وأيضاً لدينا هذا الطالب الآخر يقف على الميزان ووزن هذا الطالب 62 كيلو جرام إذن نقوم بتوصيل كل الطفل بالوزن المناسب له لدينا هنا كما تشاهدون 45 كيلو جرام أحسنت إذن نصل الطالب بالوزن المناسب له 45 كيلو جرام وأيضاً لدينا الطالب الآخر وزنه 62 كيلو جرام نقوم بإيصال هذا الطالب بالوزن المناسب له هناك كما تشاهدون قراءة الميزان إذن نتعرف بنامي الطلاب على وزن هذا الطفل من خلال قراءة المؤشر كما تشاهدون المؤشر لدينا هنا 62 كيلو جرام ولدينا هذا الطفل الآخر وزنه 45 كيلو جرام كما تشاهدون قراءة المؤشر أو الميزان 45 كيلو جرام ولدينا هنا 62 كيلو جرام فالنشاط الأول في الكتاب المدرسي ابناء الطلاب ضع علامة صح أمام الموازين التي تستخدم لقياس وزن الإنسان وعلامة خطة أمام الموازين الأخرى لدينا هنا مجموعة من الموازين يريد أن نتعرف على الموازين المستخدمة لقياس وزن الإنسان وأيضا الموازين الأخرى التي تستخدم لقياس أو وزن السلع في الأماكن التجارية لدينا كما تشاهدون هذا الميزان الميزان الأول هل يستخدم لقياس وزن الإنسان؟ هل يستخدم لقياس وزن الإنسان؟ إذن هذا الميزان من الطلاب يستخدم القياس أو وزن السلع في الأماكن التجارية إذن نقوم بوضع علامة خطأ تحت هذا الميزان الميزان الثاني أيضا ميزان يستخدم لقياس أو وزن السلع في الأماكن التجارية وهو ميزان ذو كفة كما تشاهدون إذن نقوم أيضا بوضع علامة خطأ تحت هذا الميزان لدينا الميزان الثالث وهو أيضا ميزان ذو كفة واحدة ذو مؤشر ويستخدم فيها الأماكن التجارية الوزن السلع بقي لدينا الميزان الأخير وهو ميزان أحسنتم يستخدم لقياس وزن الجسم أو الإنسان وقوم بوضع علامة صح تحت هذا الميزان إذن تعرف البناء والطلاب من خلال هذا الصور على الموازين المستخدم لقياس وزن جسم الإنسان وكذلك الموازين المستخدمة في الأماكن التجارية لقياس وزن السلع نذهب للنشاط الثاني ما هي الطريقة الصحيحة لقياس الوزن؟ ما هي الطريقة الصحيحة لقياس الوزن؟ إذن ابناء الطلاب نريد أن نتعرف على خطوات لقياس الوزن بالشكل الصحيح أولا وضع الميزان على سطح صلب وثابت إذن نقوم بوضع الميزان على سطح ثابت ومستوي وكذلك عدم وجود السجاد تحت الميزان إذن أولا وضع الميزان على سطح صلب وثابت وعدم كما ذكرنا وجود السجاد الخطوة الثانية التأكد من الميزان في كل مرة قبل البدء إذن يجب أن يكون الميزان على الرقم صفر إذن نتأكد بني الطلاب أن الرقم هنا يكون صفر قابل استخدام الميزان الخطوة الثالثة خلع الملابس الثقيلة وكذلك السطرات والأحذية إذن هذه الخطوة الثالثة نتخلص من الملابس الخارجية الثقيلة لنحصل على الوزن الصحيح عندما نقوم بعملية الوزن الخطوة الرابعة الوقوف على الميزان في المنتصف إذن الوقوف على الميزان في المنتصف بكلتا القدمين وأيضا تسجيل الوزن الظاهر على الميزان وتسجيل الوزن الظاهر على الميزان إذن نتعرف على وزن الظاهر من خلال قراءة المؤشر الموجود على الميزان إذن هذه أبناء الطلاب هي الخطوات أو الطريقة الصحيحة لقياس الوزن هذه الطريقة الصحيحة لقياس الوزن عندما نريد قياس أوزننا فننتبع هذه الخطوات لنحصل على وزن صحيح إذن كما ذكرنا وضع الميزان على سطح صلب وثابت أحسنتم وأيضا عدم وجود سجاد تحت الميزان وكذلك التأكد من الميزان في كل مرة قبل القياس إذن يجب أن يكون الميزان على الرقم صفر الخطوة الثالثة خلع الملابس الثقيلة إذن خلع ملابس الخارجية الثقيلة مثل السترات والأحذية الوقوف على الميزان في المنتصف إذن الوقوف على الطلاب على الميزان في المنتصف بكلتا القدمين والثبات ومن ثم قراءة الوزن الظاهر على الميزان وتسجيل الوزن الظاهر على الميزان من خلال قراءة المؤشر لهذا الميزان إذن هذا ابناء الطلاب هي الطريقة الصحيحة لقياس الوزن وأيضا هناك وقت مناسب لقياس الوزن يوما في الصباح الباكر عندما يصحى الإنسان يقوم بعملية الوزن إذن الصباح قبل تناول الإفطار يقوم بعملية الوزن وكذلك أيضا يتخلص من الملابس الثقيلة والسترات ويقوم بعملية الوزن في الصباح الباكر الممارسات الممكن اتباعها للحفاظ على الوزن المثالي أولا تناول الغذاء الصحي الذي يحتوي على الفواكه وكذلك الخضروات الطازية والبروتين وأيضا المكسرات إذن هذه ابناء الطلاب من الممارسات الممكن اتباعها للحفاظ على الوزن المثالي تناول الغذاء الصحي كما ذكرنا الذي يحتوي على الفواكه والخضروات الطازية والبروتين وكذلك المكسرات وأيضا ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل المشي ومشي ابناء الطلاب من أسهل أنواع الرياضة وأيضا من الرياضات غير المكلفة أيضا تجنب العادات السيئة في الغذاء مثل الوجبات السريعة كما ذكرنا الوجبات السريعة وأيضا المشروبات الغازية لتجنب هذه العادات السيئة في الغذاء هذه ابناء الطلاب هي الممارسات الممكن اتباعها للحفاظ على الوزن المثالي تناول الغذاء الصحي وأيضا ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مثل أحسنتم مثل ماذا؟ مثل المشي وأيضا تجنب العادات السيئة في الغذاء مثل تناول الوجبات السريعة تناول الوجبات السريعة من العادات السيئة وأيضا المشروبات الغازية من العادات السيئة إذا نقوم بتجنب هذه الوجبات وكذلك هذه المشروبات الضارة بالصحة وفي الختام أشكركم أبناء الطلاب على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته